شكرا لكم العافية رجعنا لكم فيديو جديد عن كتاب جديد اسمه الكيميائي هو من تأليف الكاتب باولو كويلو هو كاتب برازيلي الأصل الكتاب باللغة البرتغالية لكنه مترجم لعدة لغات بيحكي عن قصة جميلة عن شخص من الأندلوس أو من إسبانيا بيحاول انه يروح على مصر عشان يجد كنز بقابل واحد كيميائي من أصل نيجيري وبتصير حب كلمة بمسكموهم أحد القبائل اللي موجودة هناك وبحاول انهم يأخذوهم لكن في الكتاب عدة عبر استخلصتها وهي جميلة جدا من هذه العبر أن السفينة أمن مكان للسفينة هو الشاطئ لكنها لم توجد لهذا الشيء وهذا بحبثنا أنه نقوم بالعمل اللي مطلوب منه بغض النظر عن صعوبته وعن التحديات اللي بنيجلها الشغل الثاني بتحكي إذا تشابهت الأيام اللي عندك فاعتبر أنك أنت لم تجد شيئا جديدا في حياتك أنه تصير عندك روتين قاتل إذا رغبت في شيء في هذا العالم فإن العالم كله لن يستطيع الوقوف أمامك تأكد من هذه النظرية هناك على الدوام شخص ينتظرك وهذا الشخص أيضا هو موجود في مكان معين أنت لازم تجده هو لازم يجده بيحكي كل من يعرف الله يعجز عن وصفه وكل من يصف الله لا يعرفه هذه حكمة جميلة أشد ساعات الظلمة في الليل هي تلك التي تأتي قبل طلوع الشمس بذكرنا في آية إن بعد العسر يسر إن بعد العسر يسر قل لقلبك أن الخوف من العذاب أشد من العذاب نفسه ليس هناك إلا شيء واحد يجعل الحلم مستحيلا هو الخوف من الإخفاق الفيروفيلرز هو اللي بيخليك تمتنع عن تحقيق أحلامك في الحقيقة إن الحياء الكريمة لكل شخص هو من يستطيع أن يعيش أسطورته التي يريد أن يسطرها ويترك بصماته في هذا العالم والله أعطيكم العافية وأيامكم كلها إن شاء الله جميلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر